وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا عليك اتغير بعد ما جيبني خات حصل ولا لا وقيل ليه وقيل لي حصل ولا لا ده حصل ولا حصل طبعاً اتغير واحد كان قاعد في القوضة بتاعته وأنا هقول لك حاجة أنا كان عندي درسين في الأزهر درس الصبح الفجر ما فيش بس كان عندي درس الضحة الفقر ودرس في الظهر اللي هو درس النحو أخويا بقى كان عنده الفجر كل يوم يروح الفجر حي أخدني معاه طبعاً يرجع من درس الفجر يأخدني وديني الضحة هل هيرجع للبيت ولا يأخدني معاه فكان وقدني معاه نخلص درس الضحة كان أخويا بيروح حسيني عنده درس ضحة هو كم يروح مراجعين البيت وينه قعد نشوف شاي الضحة شي ضحة يعني كنا بناكم بنفطر وبعدين يجي الضهر نروح للأزهر عشان أنا كان عندي درس الضهر بتاع النحو يدهوني لوحد اسمه محافظ مجدد محافظ مجدد يعني إيه لأن الأزهر كانوا بيقروا من الكتب يفضلوا بيقروا كده والآخر يقولوا الله أعلم فهو كان بيقول بقى العلم بتاع الكتب بس من دماغه كان ود فهيه يروح يقسم مثلا النحو إلى إيه اسمه فعل وحرف فيفهمنا النحو مش يحفظنا شرح الكفراوي والأوجه التسعة بتاع بسم الله الرحمن الرحيم يقولك دي تعرف كذا في رأيه كذا وكذا في رأيه كذا لا كان يفهمنا يعني إيه بقى حرف ويعني إيه اسمه يعني إيه إيه فعل وبالتالي كان الفتى الأزهري بياخدني معاه ايه الظهر نخلص درس الظهر ونرجع إلى البيت في الرابع عندنا مش يخليني قاعد معاه لا كان يسيبني جوه لوحده في القوضة بتاعتني اللي هي أنا وهو قاعد في القوضة فيها سريق فيها مرتبة فيها ملاية فيها وسائد يسني الظهر ليها ومره لما يعزه يروح يقودها للنوم وأنا كنت نام على الحصيرة فرشة كده تشبه اللبت وعليها يدوبك لحفة وسادة ويروح سيبني من بعد الظهر تخيل أبقاعد في المكان دي اللي تقني يوم الفجر وكل يوم على الموضوع دي أزهج ولا مزهجش طبعاً أزهج واللي زهجني قوي يوم أخويا خذلني كان بيقولي هتروح معايا عند صديق سوري فجهزت نفسي وهيأتي نفسي وفي الأخر ما خدنيش وفجأ جي جواب رغم أن أخويا حاولي صالحني بالحلوة تاني يوم بس جي جوابه هو دا اللي صالحني مع نفسي إن ابن خلتي جاي أفرح بس ما بينتش أسوي لك على حاجة حتى طول اليوم أفكر ولما روحت الفجر كان أخويا دايماً يسيبني جنب درس حديث قاعد أسمعه الدرس دا مش بتاعي ولا بتاع أخويا بس كنت بقاعد أسمعه رجل كده كان بيشرح الحديث وكان بيقول حاجات أنا كنت دايماً أكرهه أكره منه العنعانة العنعانة اللي هي يقعد يقول عن فلان عن فلان عن فلان لا أنا كنت نفسي يدخل في الحديث على طول وكنت أخذ منه الحديث بس لما كان بيشرح كنت دايماً أطنج أعرض عن إيه عن الشرح عارف ليه ليه لإني كنت بأحضر الدروس كتير في القرية وبسمع الشروح قد كتير فكنت بأعرض عن الشرح بس لما جاب نخلتي أعرضت عن كل حاجة قولي ليه ليه لإن عقلي كمشغول بابن خلتي عقلي كمشغول بابن خلتي لكن لما جاء الوقت بتاع الضحى وروح تريع درس الضحى الطبيعي إن عقلي يبقى مشغول بمين مكتب هاي بس عقلي ما كانش مشغول عارف ليه ليه لإن الرجل ديه الشيخ المحافظ المجدد كان صاحب أخوي الفتى الأزهري وأنا كنت بعمله احترام وبخاف منه جوي فأخايف إنه هو يقول لأخوي إن أنا مش كنت ما كنتش معاه وصرحا فكنت منتبه وخاصة أنه كان دايما يسألني لأنه يعرفني ويعرف أخوي فعقلي ما نشغلش مع درس المحافظ المجدد لإني أخشى أن يبلغ أخي وإنه كان يزعل مني وأنا ما كنتش أحب أخلقويا يزعل مني إيه المهم؟ رحت مروح بعد درس الظهر وقاعد بيستني ابن خالتي يا حلاء وهو ابن خالتي يجي بعد العصر فعلا تتغير حياتي هو أنا كنت باخد درس ولا دين باخد كام؟ اثنين درس الظهر ودرس إيه؟ بعد الفجر لا دا بعد الفجر دا مش بتاعي أنت كمان عقلك سرحان كان بالضهر درس الظبح الظهر والضهر مش أنا كان عندي درسين طيب أنا كنت بروح الفجر عشان إيه؟ لازم أروح مع أخوي لكن ابن خالتي لما جي مفيش حاجة بقى لها لازم أن أنا أروح مع أخوي لأن ابن خالتي جي أنا كنت بروح وخلاص الفكر فغير ملزم بقى أن أنا أروح كل يوم الفكر كان برحتي بس ما أقولك أخوي كان فيسيب لنا فلوس فكنا بنزقطة أنا وبن خالتي نعدي على بتاع التين الرمادي نديها وبتاع الفل النابت نديها الهاريسة نديها يا ولا ولما نرجع بالليل نشتري صحينا ونروح البيت وناكل العسل ونديها وكان أخوي يسيب لنا الجراية بتاع الأنف اللي هي العيش فكنا بنديها العلم كنا بنروح درسين لا أروح لدرسي تاني بعد ما جاب نخالتي درس قبل الظهر لوحد كان يا باعة ما تفكرنيش ما تفكرنيش يا ولادي الراجل ده كان اسمه الشيخ علي كان من الصعيد بيضرب كان محتفظ بلهجة الصبعدية وكان بيضرب الطلبة اللي يقطع عليه سؤال يضربه بأيديه يلكمه بأيديه طب لوحد بعيد يرمي بالجزمة عارف الجزمة كان مليانة مسامير فكانت بتجرح الناس الجزمة كان بتجرح الناس لأنها كانت مليانة مسامير فكان الناس الطلبة كان اتخاف منه فما تسألوش كانوا بيتجنبوه عشان كده الراجل ده خلص الدروس بتاعته والكتب وعليها كتاب كمان قبل ما المحافظ المجدد يصل للنص أسفر لم يتجاوز نص المنهج بتاعه لأن المحافظ المجدد كان بيفهم وده بيحفظ عارف كان بيقرأ من كتاب شرح الكفراوي وكان بيحفظ الطلاب وبيغني وهم كانوا بيغنوا معاه لأ ومش كده الفتى الأزاري كان بيدرس دايما درس الليل بعد المغرب وبيدرسوا مع مين مع شيخ محمد عبدو وساعات الشيخ بخيط كتاب درس مدلائل للإعجاز ودروسه عن البلاغة بتاع الشيخ الرضي نهج البلاغة وبالتالي كان بيروح المغرب أنا بقى حبيت أكون زي الكبار أحضر دروس الليل كالكبار فكنا بنحضر درس لراجل شيخ ماخدش الدرجة صاقت صاقت يا صاقت يا صاقت وكان دايما بيشرح من درس المنطق الدرس صعب خالص بس كنا بنعود بنزمع منه درس المنطق عشان يقولونا جايين منين جايين من الأزهر ليه كنا بنحضر درس الليل كالكبار يبقى أنا دروسي زادت وخروجي زاد مش أنا كنت زهجان من الربع قبل ما يجي بن خالتك بعد بن خالتك أصبحنا ما بنروحش الربع أصلاً إلا عند النوم لدرجة إن إن بدأنا نتمنى الوحدة أنا بدأت أتمنى الوحدة يعني فلما قضى الحظ فك الأسيري حن إلى أسره مطلقة ده ممكن تجيلك في موازنات لما الواحد يحب حاجه ويتمناه وتجيه للحد عنده وبيزه منه بسرعة فتمنى الوحدة ودرس دروس كتير لدرجة إنه استكسرها وبعدها بقى دعية إلى التفرق كلمة دعية إلى التفرق دي يعني جات الأجاذة يعني هيرجعوا القرية بقى ويسيبوا هو تمنى إنه مايرجعش ليه عشان يكون زي أخوه الأذاري ما كانش بيرجع عشان كده القرية كانت بتشتاء ليه وتستناها من وقت الآخر وبالتالي كان عايز يبقى كده لكني إيه نفسه بيرجع بقى للقرية عايزة بسسلك المشهر أنا نزلت كده وأنا متهيقلي بقى إن القرية كلها وقفة ويستناني زي أخوي وأقول لابن خلتي من اللي مستنين يقول لي ولا حد يا ابني دور يمكن مستخبين وراء العنود ولا حد طيب يلا بس نتقولش لحد إنه محدش مستنين وروحنا رايحين البيت لإنا كلهم نايمين واللي مش نايم عمل نفسه نايم ولإنا الوحيد اللي صح يا أمي مستنيان إياك مستنيا في السيد هي كت تقدر تنام وفي السيد بره أبوي هي زي النسوان اللي اليوم أندل الراجل يتخمت في بيته والست جاية من بره تقول له أنت تتخمت يا أبو محمد وأنت جاية منين يا لا أنا كنت عند واحدة صاحبتي هي الثد تقدر تنام الميز السيد هل يتغير ولا ما تغيرش بعد ابن فالتي تغير شير حياك الله يا ولدي إنما أنت مالك صوتك هفتان كدي مكلتش ولا إي طيب خليكم معاني ويه هنقول لك حدوتان بعد شوي وقل رب زدني علما